ثم تمعية خاصة بأوليائه وعباده وهذه ذكرها الله لشخصين لأشخاص معينين في الكتاب وأشخاص موصفين أما المعينون فهم أربعة الذين ذكر الله معيتهم له في كتابه موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما ذكر الله معي خاصة بأشخاص في كتاب إلا لهؤلاء الأربعة وبه يعرف فضيلة أبو بكر رضي الله عنه حيث إن الله أثبت معية له مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ببركة صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإجماع منعقد لا خلاف بين أهل العلم أن المقصود بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيا خيبة أولئك الذين يطعنون فيه أو ينالون منه أو يتنقصون من شأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد بلغ هذه المنزلة السامية التي لم يبلغها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موسيقى